بنصاب كامل صوت البرلمان العراقي على موازنة البلاد العامة التي ناهزت بعد التعديلات 90 مليار دولار وبعدز قارب 22 مليار دولار ورغم اعتراض بعض الافريقاء على بعض الابواب يعد اقرار الموازنة خطوة مفصلية لجهة الانفاق والمشاريع الخدمية والاستثمارية اعتقد يعد انجاز كبير وخصوصا ان مجلس النواب مدد عضلة التشريعية كي يكمل التصويت على هذه الموازنة تعين العقود العاملين بعقود وزاعة الكرباء والمفوضية جوزها المحسنة الوحيدة بالموازنة اما بقية موجود مواد الموازنة بصراحة بها ظلم كبير وعلى الرغم من ان الموازنة لا تلب الطموحات يعتبر تمريرها انجازا لجهة تأمين مخصصات اعادة اعمار المدن المحررة وضمان رواتب موظفي القطاع العام وتحديد الاهم ثم المهم للقطاع الخاص بدأنا بالمناقشات حول الموازنة العامة لـ 2019 للعراق من مبدأ الوطن والمواطنة وحرصنا بالمسؤولية تجاه الشعب الكردستاني نفس الحرص عندنا تجاه شعب اهالنا في البصرة الموازنة مشروع خدمي ومشروع تنموي لا بد ان يمس الشراح المستمع العراقي بغداد تعول على الاقتراض الداخلي والخارجي لمواجهة العجز الكبير في الموازنة وتأمل ان ترتفع اسعار النفط من اجل تسديد الديون بعد سلسلة تعديلات ومناقلات مالية فضلا عن حث بعض موادها تم التصويت على موازنة العراق العامة لعام 2019 كواحدة من اهم المنجزات التشريعية للبرلمان العراقي في دورته الحالية حمد الفهد من داخل مجلس النواب العراقي ببغداد الميادين ترجمة نانسي قنقر